طيب حاجة تانية كابتن هناء كانت طالعة النهاردة تقريباً أو مبارح في التصريحات بتقول إيه؟ أنا بنتي كانت بتمدي في الورقة في ال... هي قالت كده في التصريحات قالت إن الصور اللي منتشرة كانت بتمدي فيها على ورقة بمستحقات قديمة طيب يا فندم يا كابتن هناء ورقة بمستحقات قديمة آه طيب يا كابتن هناء هل يلزم تواجه؟ واجد كل أعضاء اللجنة الثلاثية السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي والسيد خالد مرتاجي أمين صندوق النادي والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي لازم يبقوا موجودين وحضرتك بتمدي على ورقة بالعقل بالعقل ورقة مستحقات قديمة طيب أقول لحضرتك قصة أقول لحضرتك قصة سنة 2003-2004 عندما انتقلت أنا بقى أنا أسف أن أنا حدخل اسمي في الموضوع لكن عندما انتقلت من نادي للنادي من التحجات دا للنادي الأهلي فأنا كنت متعود أن أنا بقبط الفلوس في الأندية قبل كده بقبطها بورقة وامضي عليها خلاص؟ في سنة 2003-2004 الكلام اللي أنا بقوله دا النادي الأهلي مضاني على ورق وقال لي يا عم إسلام ما فيش حاجة الورق دا بانتهى خلاص؟ احنا في 2003-2004 الورق دا انتهى أصبح هناك حاجة اسمها كريدت كارت أو كشوف بنكية بتقبض من خلالها يا كابتن هناء الكلام دا في 2004 هو حضرتك ناسيا أن المستحقات اللي على ورق دي انتهت في النادي الأهلي من قديم من أيام ما كنت أنا بلعب قبل الكرش دا ما يطلع يا فندم بقى فيه حاجة اسمها كشوف مرتبات بنكية دا النظام السائد في النادي الأهلي من سنة 2002-2003 ترجمة نانسي قنقر